وفقد الغاز أكثر من 70% من قيمته بعد أن سجل أعلى مستوى له في 14 عام عند 10 دولارات في أغسطس الماضي وكانت أسعار الغاز الطبيعي قد ارتفعت في عام 2022 وسط قيام كل من أوروبا والولايات المتحدة بملء احتياطاتها قبل الشتاء مع خفض روسيا لإمداداتها ها هي أسعار الغاز الطبيعي لأمريكي 2.87 الغاز الطبيعي البريطاني فيه بعض الارتفاعات في جلسة اليوم وأسعار النفط مرتفعة بعض الشيء للمزيد حول أسواق الطاقة معنا من الرياض دكتور يوسف الشمري رئيس التنفيذي لسي ماركس لندن دكتور يوسف أهلا وسهلا بك هل اتجاه النزولي اللي عم نشوفه على أسعار الغاز هل ترى أنه مستمر في المرحلة المقبلة؟ أهلا وسهلا لارة ودائما سعيد في الحديث مع العربية طبعا الخفاض اللي صار لأنه حاليا الطبعا الطلب في يوروبا والأزمة اللي كانت متوقعة في نهاية الـ Q3 في العام الماضي ما كان هناك توقعات واضحة لهم مستويات درجات الحرارة بشكل تحديدي ومستويات طبعا المخزونات طبعا كلنا شاهدنا أن مستويات المخزونات في أوروبا حاليا تجاوزت 90% وهذا يجعلنا أثر الـ Climate Change على درجات الحرارة في الشتاء طبعا كانت درجات الحرارة تتجاوز الثمانية هو صي غير عادي كمستويات في السنوات الماضية فبالتالي ما اضطروا أن يسحبوا من مخزونات الغاز بشكل تبير وهذا اللي شفناه نعكس على عقود الغاز الآجلة فلكن ما نقدر نقول أن الـ Crisis أو أن الأزمة عدت لأنه لازال عندنا حوالي ثلاثة شهور أو أكثر من ناحية متوقعات تغيرات الطرقس وهذا سيؤثر على الطلب على الغاز خلال الثلاثة أشهر المقبلة بالتالي سينعكس على الأسعار لكن أعتقد أن أوروبا لديها فرصة جيدة أنها تمضي في هذا الشتاء من دون الحاجة أنه استنزاف مخازن الغاز اللي يعتم تخزينها بخصوصا أنه مستخدم الغاز المسال بأسعار جدا كبيرة حللنا المشكلة لكن كلفت أوروبا الكثير من الاستثمارات والتكاليف مقارنة بالتكاليف اللي طبعا كانت موجودة قبل الحرب الروسية الأوكرانية فألمانيا تعيد تشغيل الفحم وشفنا المظاهرات اللي تطارت في الأسبوع الماضي لما كان هناك توجه إعادة التعدين في بعض مناجم الفحم أيضا هناك توجه للطاقة النووية في فرنسا هناك تشغيل لجميع المفاعلات النووية اللي نصفها في الحقيقة كان خارج نطاق الخدمة فأتصور أن يوروبا يستخدم جميع الخيارات بحيث أنه ما يكون عندها أزمة في الغاز هذا الشتاء دكتور دعني أنتقل إلى موضوع النفط النفط نشوف تعافي واضح منذ مطلع العام أكيد مدعوم بشكل أساسي بموضوع إعادة فتح الصين بنفس الوقت لدينا المخاوف بالتباطؤ الاقتصادي وتباطؤ الطلب من أماكن أخرى خارج الصين هل عكست الأسعار كل التفاؤل بما يتعلق بالصين برأيك مع اقترابة من مستوى التسعين دولار مجددا لا وكل المحللين يقولون أن الكرت الصيني أو موضوع الصين هو أكثر عامل سيدعم الأسواق السنة هذه لكن أنا أتصور أنه يبغى لها وقت من حتى نشوف كيفية انتعاش الاقتصاد الصيني من الآن حتى الصيف السنة هذه ليه لأنه فتح الاقتصادات الصينية سيألعب في التلخم لأنه سترتفع أسعار الطاقة وبالتالي سيأتي عندك السياسات النقدية من البنوك الفدرالية ويستمروا في التشديد الذي هو الأسعار الفائدة والتوقعات أنه يستمروا في التشديد حتى نهاية العام هذا وحتى يوصلوا إلى 2 أو 3% في النصف الأول من العام عشرين أرضا وعشرين فأيش يدلك؟ والآن هناك تحليلات جلسة تطلع من البنوك الاستثمارية أنه هناك احتمال قد يكون هناك تباطئ اقتصادي أو انكماش في الاقتصادات الغربية فأتصور هذا سينعكس بشكل كبير على الطلب وهذا السبب أنه كان هناك انخفاض في الآخر يومين في الأسعار يعني كانت قريبة من التسعين دولار والآن خفضت عند الـ 86 دولار فأعتقد أنه موضوع الريسيشن هذا لا زال الأسواق قلقة منه وهذا بالتالي يقدنا لأن الأوبريك بلوس عندها اجتماع الشهر القادم فطبعا كل الخيارات واردة طبعا هو اجتماع توصيات جي أم أم سي لكن أتصور أنه قد تكون المجموعة نوعا ما حذرة في زيادة الانتاج العام هذا حتى بالرغم من أنه الاقتصاد الصيني الجالس يعود إلى مستوياته لكن أعتقد قد يكون هناك فيه تأجيل إلى رفع الانتاج حتى يكون الاقتصاد الصيني عموما هو ما توقعت أنه 4.9% والرقم ما هو جدا كبير لكن أتصور أن الصور لا زالت يعني يبغى لها نوع من الحذر شكرا إليك دكتور يوسف الشمري رئيس تنفيذي لسي ماركتس لندن فاصل قصير نتبع من بعده في جرس الإغلاق أداني الهندية تسعى لمقاداة هندربرغ ريسيرتش ترجمة نانسي قنقر